أكيد أكيد لازم نتكلم على ما قد يطلق عليه البعض التوترات وقد يطلق عليه البعض الآخر الاحتجاجات التظاهرات الطلابية في شتى أو في الكثير عشان نبقى دقيق في الكثير مش هقولك في كل في الكثير من الجامعات الأمريكية ضد العضوان الصهيوني على غزة طيب هزيدك من الشاعر بيت بشكل ما تقدر بقى عايز تسميه أنه شكل منظم شكل غير منظم وإنما كان تلقائيا هو أصبح فيه تقريبا حركة طلابية شبه عالمية بتحصل دلوقتي للتنديد بما يحدث والاحتجاج على ما يقوم بيه الكهان الصهيوني المحتل من جرائم وفظائع وشنائع وسخائم تجاه أهلنا في فلسطين إلى أي مدى أقولك أنه هذه الحركة أصبحت بتنسق ما بينها وبين بعضها البعض بشكل ما يعني دلوقتي أنا بكلمك على أن هناك جامعات بريطانية بتشكل دلوقتي مخطط لتحرك احتجاجي بالقانون بالمناسبة تبقى اللي هو معمول به في المملكة المتحدة بالقانون للتضامن مع زملائهم في الجامعات الأمريكية مش بس في جامعة كولومبيا إحنا بنتكلم تقريبا على أنه المظاهرة اللي جاية طبقا للصحافة البريطانية وسائل إعلام البريطاني بتتكلم على مظاهرة قد يكون قوامها مئات الآلاف من الطلاب وقد ينضم إليهم ناس غير من غير الطلاب يعني حلو؟ ودي هتبقى المظاهرة تقريبا رقم 13 بهذا الحجم في المملكة المتحدة إذن ما يحدث في الكثير من الجامعات الأمريكية أصبح فيه بشكل ما تلقائي في اتصالات ممكن تكون بتحصل مع الاتحادات الطلابية ما بين الجامعات زي ما يحصل في النهاية حلو هؤلاء الطلاب في هذه الجامعات الراقية سقف التعليم الجامعي في العالم كبريات الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية وكبريات الجامعات بالمملكة المتحدة وأيضا مدن وعواصم أخرى في أوروبا في وقت ما يصبحونهم قادة العالم رؤساء حكومات وارد أعضاء برلمانات وارد رؤساء لشركات ضخمة ودولية وارد إذا كان هؤلاء الطلاب الآن يرون إن ما يحدث على أراضينا العربية هو الانتهاك والتطهير العرقي والإبادة الجماعية وأنها الجرائم والمذابح إذن حتما سنصل لحل ضلطلاب جامعة سنين قليلة ويتخرجوا سنين أخرى ليست بالكثيرة وهيبقى لهم دور وفاعل جو مجتمعاتهم والهيئات الفاعلة ودوائر صنع القرار هيبقى فيه صوت أعلى من الصوت القادم إذا كنا دلوقتي بنجد داخل البرلمانات الأوروبية وداخل مجلس النواب أو الكونجرس الأمريكي أصبحنا بنجد أصوات تتحدث عن هذه المذابح اللي بتحصل على أراضينا العربية فما بالك لما يبقى فيه هذا الزخم الطلابي ما بين أوروبا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية هذا الزخم بادرة جيدة أو بتقولك إنه ما هو قادم حتى ولو كان يبدو بعيداً على الناس اللي في أعمارنا لكن لعلنا في حياتنا الله أعلم نشوف الحل شوف قبل 1991 بداية اجتماعات مدريد لو حضرتك تتذكر لم يكن هناك أي أفق للحل على الإطلاق ما فيش أي أفق الأفق السياسي مسدود لأسباب عدة جي جورج بوش القب وأصر إنه لازم تحصل مائدة تجمع الطرفين منظمة التحرير من جهة والجانب الصهيوني من جهة فصافر الله يرحمه أبو عمار ياسر عرفات ومعاه وفد فلسطيني مهم جداً وطبعاً كان فيه رحمة الله عليه صائب وعريقات دكتور صائب وعريقات ومجموعة والوفد الصهيوني كان شمير قاتل قاتل ومعاه شاب بيخطو خطواته الأولى في عالم السياسة اسمه بنيامين نتانياو ودي كانت أول مرة يبقى فيه مفاوضات أو طاولة رسمية تجمع ما بين الاتنين وأول الاجتماع في بدايته كده بدأت الخناءة الخناءة كانت على دكتور صائب وعريقات رحمة الله عليه أنه دخل وهو يتشح بالشال المقاومة شمير شاف الموضوع هو وبقيت الوفد واللي دحكك هقولك عليها بعد شوية عارف بالبلد كده لمسوا السقف إزاي ده داخل بيقول مقاومة يعني سلاح ده مش عارف تلوح بالعنف ده مش عارف إيه وقتها جورج بوش القب حاول أن يخلق شكل مشكلة تهدئة ونجح فيها في النهاية تخيل كمين اللي بيهدي الوفد الإسرائيلي بنيامين نتانياو أنا مش هقولك إيه اللي وصلوا لده لعلي يكون هو كان بيلعب الدور ده من البداية حتى يصبح الشاب الواعد البازغ نجم جديد لديهم في سماء السياسة وارد مش دي قصتي قصتي إنه ما كانش فيه أفق وقعدنا في مدريد في 91 ووصلنا لأسلو في 93 يعني قعدنا سنتين عشان نوصل لأسلو بس قعدنا عشرات السنين لحد ما وصلنا للمدريد يعني من بداية تشكيل منظمة التحرير في 64 لحد ما قعدنا على مائدة المفاوضات في 91 شوف انت عد كم سنة احنا بنتكلم تقريبا على حوالي ايه من 64 يعني بتكلم في حوالي 27 سنة تقريبا لو أنا حسبتها بالسريع كده 27 سنة عشان نوصل لطرابزة المفاوضات في 91 وبعدين سنتين عشان نوصل لأتفاق أسلو يبقى اتفاق أولي لحل الدولتين هل ضاعت أسلو فيه ناس هتقول آه يقولك والله مع اغتيال عرفات واغتيال ربين يبقى راحت أسلو لازالت أسلو موجودة أبني عليها طبعا أمان أنا عندي سلطة الحكم الذاتي اللي موجودة فرام الله إزاي يبقى أنا في عندي حاجة أبني عليها أنا عندي أسلو مفيش داعي للتفكير بتاع وماتت أسلو لا لأن أنا في عندي السلطة الفلسطينية فمفيش حاجة اسمها وماتت أسلو بعض صناع أسلو لازالوا أحياء بعض الناس اللي كانت في فريق المفاوضات أو الفريق اللي سافر معه أبو عمار الله يرحمه لازالوا أحياء تعالي بقى ناخد الخبرات ونخلق عليها تراكم ونشوفها نقدر نعمل إيه لكن يلا بينا امسح كله ويبدأ من أول ساطر دا اسمه تضيع وقت وإهدار للطاقة وإهدار للمورد السياسي أنا وصلت الأسلو بعض تقوصف وما بقاش وما بقاش وما بقاش كل دا رائع وجميل السؤال هو يعني مفيش حاجة خالص من أسلو لا فيه أنا عندي حكومة موجودة فرم الله عندي رئيس موجود اسمه محمود عباس أبو مازل مع طبعا حفظ اللقب والتأدير عندي دولة حصلت على مكتسبات دولية واعترافات من مؤسسات دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة آه بس دا مش معناه أنها مش عضوة في الأمم المتحدة هي غير كاملة العضوية نبني نزق لكن نضعف ننهي وكأنها لم تكن واحد خد لابتدائية أقول له لأ عيد من أول السطر وخش أقول لحضانة يا عم أنا خدت البتدائية وهكذا مش عاوز أوصل الموضوع إلى إنه كأنه إحنا بنتكلم في إنه أنا وصلت إن أنا في عندي سلطة حكم ذاتي أنا عندي اعتراف دولي بيقول إن أنا في عندي الضفة واقطع غزة دول بتوعي بس سلطة حكم ذاتي طب هنوصل لإيه ونعرف نوصل لما هو أزياد إزاي أقدر إزاي أضم غزة على الضفة أقدر إزاي أوصل لإعتراف دولي إزاي أحول فلسطين من دولة غير كاملة العضوية لدولة كاملة العضوية يعني ترابيزة المفاوضات هل الحرب حل؟ لا وسائل أدوات ضغط الحل فين؟ سياسة بالترابيزة طيب